اذا كان بناء الاساس ناجحا فان النتيجة ناجحة بالفعل لم تنطبق تلك المقولة على ما فجرته هيئة نزاهة من نتائج استبانة طعاط الرشوة بدوائر التسجيل العقاري في البلاد والتي تمت على مداري ثلاثة اشهر وجمعت اراء اكثر من سبعة الاف مراجع في مختلف دوائر التسجيل العقاري حيث بلغت النسبة فيها اربعة وعشرين بالمئة والاساس في المشكلة ان بطء انجاز المعاملات للمراجعين كان السبب وراء دفع الرشوة وهو ما صرح به ثلاثة وستون بالمئة من المراجعين خلال اجراء الاستبانة عليهم كما ان اثنين واربعين بالمئة من دافع الرشوة اكدوا دفعهم لها بشكل مباشر من المراجعي للموظف المختص المعدل العام لطعاط الرشوة بلغ سبعة وعشرين فاصل سبعة بالعشر بالمئة وتعد هذه نسبة مرتفعة رغم انها اقل مما سجل في استبانة العام الفين وواحد وعشرين وسجلت دائرة عقاري الكرخ الثانية اعلى نسبة لطعاط الرشوة بنحو اربعين بالمئة فيما سجلت بابل اعلى نسبة في قياس دفع الرشوة حيث بلغت سبعة واربعين فاصل خمسة بالعشر بالمئة في حين وجد نحو ثمانية وثلاثين بالمئة نضاف الرقابة هو السبب في التأخير اما نسبة تسعة عشر فاصل اربع بالعشر بالمئة فارجعت السبب لغرض طعاط الرشوة وشخص تقرير كثرة حالات فقدان الاضابير الخاصة بملكية العقار والتي تغرق المواطن بدوامة مراجعات طويلة كما كشف عن بطء مدرية التسجيل العقاري باتخاذ اجراءات لمعالجة التلكء بعمل دوائرها ويحدث في العراق ما يثير سخرية نشطاء عن انتشار الرشوة عند موظفين ولو كانت لا تساوي قيمة خاروف وعلى سبيل المثال للحصر يتداول نشطاء تلقي مدير مركز شرطة النجف بالجرم المشهود رشوة بقيمة 300 ألف دينار فقط كما ألقي القبض على معاون مدير الرقابة الصحية وهو يتسلم رشوة داخل فرن للصمون ترجمة نانسي قنقر